من ضمن الاسئلة لوعية الف دولار ابيعوا دلوقتي ابلي منزل واشتري بفلوسه دهب لمنزل شوية عن كده ولا احتفظ بالدولار. المبدأ اللي احنا دايما بنقول للناس هو بمعنى التنويع من الاستثمارات بتاعت حضرتك. يبقى عندك حصيلة دورالية. يبقى عندك زهب. يبقى عندك استثمارات اخرى سواء في شقة او ايجار او عائد على اصول. يبقى عندك اكثر من حاجة يبقى بالنسبة. فلو حدك عندك الف دولار خليهم الف دولار. والفلوس اللي جاية عندك مصر ممكن تجيب بها دهب وهكذا ممكن تشتري بها بحيس انك ما بيعش اصول على هذا المنوال. بلاش تلعب رعبة ان في حاجة بتنزل وروحها بيها. ده في ناس بتلعبها ولكن احتفظ بها قدر الامكان. الدهب يبقى هو النصيب الاكبر لانه ما شاء الله اصل والعائد بتاعه بيبقى ثابت مع مرور الزمن. وفي ناس بتميل اكتر الى العقارات ايضا وان كان سوقها في البيع ابعد من هذا الموضوع. فضع ده في الاعتبار وي ربنا وفقك واكتب لك كل خير بازن الله لتنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو للمتابعة كل جديد.